في قاعدة فقهية يقولون عنها البينة على من ادعى بمعنى ممكن أدعي أمامك أنني أرث كل شيء في هذا العالم تقول لي بأي أمارة أين البينة أين الدليل ممكن أقول لك أن أحكم إنسان في الأرض أقول لي أين الدليل عندما أتى المسيح وصرح أنه هو الله كان لابد أن يقدم الدليل عن كونه هو الله فالمسيح عمل أعمال الله في الأرض باعتباره هو الله من ضمن هذه المسيح لأعمال الخلق وأنا أشاور بس على أربع حالات في إنجيل يوحنى لأن إنجيل يوحنى معني بالكلام عن المسيح باعتباره الله الظاهر في الجسد وسرد الآيات التي تبرن أن المسيح هو ابن الله أو الله الظاهر في الجسد وكمان يعني آسف أنه في يوحنى بيتكلم عن مصداقية المسيح كل الغرض من إنجيل يوحنى لكي تؤمنه يعني كان كل الغرض أنه بحط أمامك أدل وبرهين حتى تؤمن تمام فقدم المسيح البراهيني الكثير أنه ليس مجرد إنسانا وليس مجرد نبيا وليس مجرد رسولا لكن هو الله الظاهر في الجسد يوم أن عبر للتلاميذ في يوحنى 14 وقال لهم أنتم تؤمنون بالله فأمنوا به فأنا على ذات إيمانكم بالله إيمانكم به لأنه هو الله أبتدي مثلا بحاجة زي في عرس قانا الجليل وهنقف عند أربع حاجات يعني يوحنى 6 يوحنى 2 يوحنى 6 يوحنى 9 يوحنى 11 في يوحنى 2 عرس قانا الجليل فرغت الخمر وكان المسيح موجود وأمر بسلطان لهوته عندما قال إملأ الأجران ماء هنا سلطان المسيح كالخالق في تحويل مادة إلى مادة أخرى مختلفة حتى التركيب الجزيئات والزرات في المادتين مختلف تماما فعندما تتحول الماء إلى خمر أنت بتكلم عن تحويل الماء إلى حاجة مختلفة تماما إلى الخمر والماء لا لون ولا رائحة ولا الطعم تمام وتحول لون رائحة والطعم تمام إذا واحد من المشاهدين قال لي الممكن الماء يتحول إلى خمر لكن عندما تزرع الكرمة وعندما تثمر الكرمة وعندما تمتص المياه وتتحول الكرمة إلى عصير أقول له هذا يتطلب وقتا فالمسيح أظهر أنه هو الله من له سلطان على الزمن فاختزل الزمن عدد سنين نمو الشجر الكرمة سواء كان سنة سنتين ثلاثة اختزله إلى كلمة وقت تحولت المياه التي كانت في الأجران إلى خمر ثم أيضا له سلطان على خلق مادة من مادة أخرى فحول الماء الـ H2O إلى خمر هذا دليل على أن المسيح هو الله من له سلطان على الخلق أيضا إذا ذهبنا إلى يوحن ستة في حدثة مشهورة جدا اسمها تكثير الخبز خمس خبزات وسمكتين خمس خبزات وسمكتين عددهم إيه شكلهم إيه لكن من خلال المسيح تم إجباع خمسة ألاف معدر رجال والنساء واللي تبقى كمان حوالي 12 أفة يعني خمس خبزات وسمكتين أشبعوا خمسة ألاف معدر نساء والأولاد وتم استبقاء 12 أفة عايز يقول حزس تكثير يعني خلق مادة جديدة الخمس خبزات وسمكتين تم التكثير ليهم يعني خلق مادة إضافية جديدة له سلطان على المادة إذا ذهبت إلى يوحن ستة في حدثة شهيرة اسمها تفتيع عيني المولود أعمى هو لم يكن له عينان ولم يبصر لكن مولود أعمى بالدليل أن المسيح صنع له تفلا وطالب الطين عيني الأعمى قبل كده شف المسيح عمي كانت لهم أعين لكن فقدوا البصر وضع يده على الأعمى رجع له البصر مثلا مثل بارتماوس الأعمى لكن هذا الشخص في يوحنى 9 صنع المسيح له تفلا وطالب الطين عيني الأعمى كأنه يقول أنت ناقص جزء من الخلق ما كانش فيه عين كان خلق خلق كما خلق آدم من قبل من الطين ونفخ فيه ناس ما تحيا حضرتك وكل المشاهدين لو يعرفوا التركيب المعقد للعين الخلايا العصبية وحوالي 2 مليون مخروط و6 ألف نبوت يعني كمية خلايا عصبية وجو العين كل ده ما كانش موجود تتخلق بكلمة عندما صنع من التفل طينا وطالب الطين عيني الأعمى فالمسيح يبرن أنه هو الله الخالق حتى في آخر يحنى 9 بيقول المسيح للمولود أعمى بعدما تردوه هل تؤمن بابن الله قال له من هو يا سيدك أؤمن به قال له الذي يكلمك وهو فبرهن المسيح بفعله أنه هو الخالق وبكلامه أنه هو ابن الله المعادل لله أو هو الخالق الله يظهر في الجسد لما روح يحنى 11 إقامة لعزر القصة مش قصة ميت ورجع للحياة ابنة ييروس كانت ميتة وأرجع لها حياتها أيضا ابن أرمال اتنين لم يكن ذهب إلى القبر بعد وأرجع لها وحياته لكن لعزر كان قد دفن وأنتنا وحضرتك تعرف طبيا أنه بعد اليوم الثالث ده في حالة تحلل كل أجزاء الجسم وعضاء الجسم تتحلل علشان يقوم إنسان بعد اليوم الرابع معناه أعضاء جديدة تخلق له أجهزة جديدة يعني الكبد اللي انفجر والدم اللي تلف والعينين اللي خسدت والجسم الذي تحلل خالق له المسيح جسما جديدا هذه أيضا عملية خالق فأربع أجزاء يحنى 2 وأيضا يحنى 6 ويحنى 9 ويحنى 11 تبرهن أعمال المسيح أثناء حياته أنه هو الله الظاهر في الجسم القالق ترجمة نانسي قنقر